بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله صاحب كتاب فتح المجيد في باب من سب الدهر فقد آدى الله قال وقال محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل استقرضت عبدي فلم يعطني وسبني عبدي يقول ودهراه وأنا الدهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في هذا الحديث يقول الله استقرضت عبدي ولم يعطني بمعنى أن الله أمر عبده أن يتصدق وأن يعمل الأعمال الصالحة من ماله فبخل بذلك وأمسك المال وضيع آخرته ولم يقدم لها شيئاً الله أعطاه هذا المال من أجل أن يعمل به عملاً صالحاً يجده في آخرته ولم يعطيه هذا المال ليعبث به أو ليتكبر به على الناس وإنما أعطاه هذا المال وإنما أعطاه هذا المال ليتمكن به من العمل الصالح ومن الصدقات وإيتاء الزكاة وأن نفق على أهله ومن تلزمه نفقته بل إنه أساء التصرف في هذا المال الذي أقرضه الله إياه استقرضت عبدي فلم يعطني الله جل وعلا أمر بالصدقات وأمر بإخراج الزكاة وأمر بالإنفاق في وجوه الخير كل هذا قرض أقرضه ربه والله سبحانه وتعالى خير الرازقين فالله جل وعلا ليس بحاجة إلى أعمال العباد وإنما هم المحتاجون إليها لكن برحمته أنه يتقبلها منهم ويثيبهم عليها ويضاعفها لهم هذا من فضله وإحسانه نعم وسبني عبدي يقول وَا دَهْرَاه وَأَنَا الدَّهْرَ يقول وَا دَهْرَاه يشكو دهره والله هو الدهر بمعنى بيّن الرسول هذا فقال بيدي بيدي الأمر وقلبوا الليلة والنهار هذا معنى أنا الدهر وليس الدهر من أسماء الله سبحانه وتعالى نعم قال الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو ملامة قالوا يا خيبة الدهر فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه وإنما فاعلها هو الله فكأنهم إنما سبوا الله سبحانه لأنه فاعل ذلك في الحقيقة نعم إذا سبوا الدهر سبوا الرب سبحانه وتعالى لأن الله هو الذي بيده الأمر والتدبير والخلق والإيجاد أما الدهر فإنما هو وقت للعمل فقط من حفظه وعمل فيه عملا صالحا وجده عند الله سبحانه وتعالى ومن ضيعه فإنه خسر الدنيا والآخرة كما في القرآن خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين نعم فكأنهم إنما سبوا الله سبحانه لأنه فاعل ذلك في الحقيقة فلهذا نهى عن سب الدهر بهذا الاعتبار لأن الله هو الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال هذا أحسن ما قيل في تفسيره وهو المراد والله أعلم نعم وقد غلط ابن حزم رحمه الله ومنح نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذا من هذا الحديث انتهى نعم ابن حزم والظاهرية غلطوا في هذا ظنوا أن هذا هو المقصود بهذا الحديث مع أن المقصود بقوله تعالى وأنا الدهر كما بينه في نفس الحديث أقلب الليل والنهار هذا معنى وأنا الدهر فالدهر إنما هو مخلوق وهو زمان للعمل زمان للعمل وليس الدهر هو الذي يصيب الناس وهو الذي أو أن الموت إنما هو من أفعال الدهر وإنما الحياة هو الموت بيد الله والدهر إنما هو زمان للعمل العمل الصالح والعمل السيء نعم وقد تبين معناه في الحديث بقوله أقلب الليل والنهار وتقليبه تصرفه تعالى فيه بما يحبه الناس ويكرهونه نعم الرسول بين معناه قوله وأنا الدهر أنه يقلب الليل والنهار هو الذي الله جل وعلا هو الذي يقلب الليل والنهار فبيده الأمر سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يتيكم بضياء أفلا تسمعون نعم وفي هذا الحديث زيادة لم يذكرها المصنف رحمه الله وهي قوله بيد الأمر لأنه تفسر هذه اللفظة تفسر قوله وأنا الدهر نعم قوله وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر معنى هذه الرواية هو ما صرح به في الحديث من قوله وأنا الدهر أقلب الليل والنهار يعني نعم يعني أن ما يجري فيه من خير وشر بإرادة الله وتدبيره بعلم منه تعالى وحكمه لا يشاركه في ذلك غيره ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن نعم هذا واضح نعم فالواجب عند ذلك حمده سبحانه في الحالتين وحسن الظن به سبحانه وبحمده والرجوع إليه في الحالتين الحالة الحسنة والحالة السيئة فيحمد الله عز وجل فيكثر من العمل الصالح ويتوب من العمل السيئ وبذلك يكون الوقت مغنما له نعم فالواجب عند ذلك حمده في الحالتين وحسن الظن به سبحانه وبحمده والرجوع إليه بالتوبة والإنابة كما قال تعالى وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ نعم بلوناهم أي اختبرناهم بالحسنات والسيئات فكل ما يجري في هذا الوقت من الليل والنهار إنما هي أفعال العباد من خير أو شر وفي الدار الآخرة يلقونا ثمرات عملهم في الدنيا فأهل الخير يجدون الخير وأهل الشر يجدون الشر هنا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلَوْنَاهُمْ يعني اختبرناهم بالحسنات التي تجري من ساعة الرزق وساعة المال وما يحصل لهم في هذه الحياة من المسار وكذلك في المقابل يجدون الشر ويجدون المحن ويجدون العقوبات وكل ذلك ما رده إلى أعمالهم فمن عمل خيرا وجده ومن عمل شرا وجده ولا يظلم ربك أحدا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ بَلَوْنَاهُمْ يعني اختبرناهم بالحسنات وهي ما يجري من الخير والسيئات وهي ما يجري من الشر هذا اختبار من الله سبحانه وتعالى وامتحان نعم لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون يتوبون إلى ربهم عز وجل ويصلحون عملهم هذه هي الحكمة في ذلك نعم وقال تعالى وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ نَبْلُوْكُمْ يعني نَخْتَبِرُكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةِ فيتنهي عن اختبار وامتحان نعم ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته كثير في أشعار المولدين كابن المعتز والمتنبي وغيرهما نعم هذا سنة الشعر في الغالب أنهم يسيئون التعبير وينسبون الحوادث إلى الزمان ولا ينسبونها إلى الخالق سبحانه وتعالى ويعرفون الحكمة منها فهم لا يعرفون هذا الشيء تجد هذا في أشعارهم كابن المعتز والمتنبي وغيرهما وليس منه وصف السنين بالشدة ونحو ذلك كقوله تعالى ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد قال بعض الشعرى إن الليالي من الزمان مهولة تطوى وتنشر بينها الأعمار فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار وقول أبي تمام أعوام وصل كاد ينسى طيبها ذكر النوى فكأنها أيام ثم انبرت أيام هجر أعقبت نحوي أسن فكأنها أعوام ثم انقضت تلك السنون وأهلها وكأنهم أحلام نعم قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الأولى أن نهي عن سب الدهر نعم الأولى أن نهي عن سب الدهر فلا يجوز أن يسب الدهر لأن الدهر ليس له تصرف فيما يجري فيه وإنما المتصرف هو الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر الخير وقدر الشر وهو الذي يخاسب بني آدم على أعمالهم نعم الثانية تسميته أذى لله فالله جل وعلا يتأذى ولكنه لا يتضرر يتعذى يؤذيني ابن آدم ها ولكنه لا يتضرر سبحانه وتعالى لا يضره شيء نعم الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر فإن الله هو الدهر وش معنى هو الدهر يعني أنه يقلب الليل والنهار كما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم وآنا الدهر يقلب الليل والنهار نعم الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه نعم قد يكون سابا بلفظه ولو لم ينوه ويقصده بقلبه نعم وفقكم الله يا شيخ وصف اليوم بأنه يوم حار أو يوم سيء يقول أنه حصل لحادث هل يكون هذا من سب الدهر إذا وصف اليوم بأنه حار أو بارد اليوم يكون حار ويكون بارد ولا يعد من السب لا وصف هذا وصف وإذا وصف بأنه يوم سيء عليه لأنه أتى حادث أو غيرها لا لا ما ينسب هذا للدهر ينسبه إلى فعله هو أيضا فضيلة الشيخة بعض الناس يقول يلعن اليوم الذي تعرف فيه إلى فلان اليوم لا يلعن ولا يسب ولا يذم وإنما عليه أن يرجع إلى نفسه وتصرفاته فيتوب إلى الله من السيئات ويكثر من الحسنات كذلك فضيلة الشيخ التشاؤم ببعض الأيام كيوم مثلا بعضهم يتشاؤم بيوم الأربعاء أو يتشاؤم بالشهور كشهر صفر هل يعد هذا من هذا من أفعال الجاهلية هذا من أفعال الجاهلية لا ينسب إلى الدهر شيء مما يجري فيه بأمر الله سبحانه وتعالى الله هو المالك المتصرف كذلك فضيلة الشيخ وفقكم الله قول القائل هذا يوم مشؤوم هل يعد من سب الدهر؟ مش السبب حصل لها حادثة أو حصل لها قضية لا ما هو مشؤوم المشؤوم أفعال العبد الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين